وقعت وزارة العدل والاتصالات اتفاقاً على توظيف حلول التكنولوجيا المعلومات في تقديم خدمة التقاضي عن بعد وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير المنظومة القضائية وميكانتها وقالت وزارة العدل إنه تم البدء في إنشاء منظومة للتقاضي عن بعد والتي تتبلور مرحلتها الأولى في إمكانية إقامة الدعاوة المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والاختار بموعيدها من دون التوجه للمحكمة ولكن تظل عملية التقاضي تتم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة وقد تم الاتفاق على أن يكون تشغيل تلك المنظومة تجريبياً بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية ابتداء من الخامس عشر من يوليو الجاري على أن يتم استكمال عمل المنظومة بباقي المحاكم على اختلاف درجاتها تبعاً